سبحان الله من بنى لله ولم يفحص قطاه مسجد يعني مفحص قطاه يعني مكان ما تضع القطاه البيضة والقطاه زي العصور الصنعي يضرب المثل في أنها تهتدي إلى مكانها أهدا من القطاه أهدا من القطاه ولو مفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجن كلما غدى المسلم إلى المسجد أو راح عدى الله له نزلا كلما غدى أو راح يعني كل مرة كل مرة يبني له قصر كل مرة يبني له قصر كل مرة يبني له قصر للمسجد الله أكبر إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله اليوم الآخر ويحقق الإيمان الحقيقي صحيح لأن الأكادو هم معذابا بأهل الأرض فأنظر إلى المتحابين فيه وإلى المتزاورين فيه وإلى المتجارسين فيه وإلى عمار بيتي فأرفع عذابي عن أهل الأرض لا إله إلا الله سبحانه الله عظيم لو عذب الله أهل الأرض ما نجى إلا أهل المساجد ها دلول الله أنت في بيتك كريم أنت في بيتك ما من عبد توضأ في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه وتعالى على باب المسجد يتلقى ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه وإذا دخلت إلى المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة الملائكة ستكتف كل لحظة ما يتحسن ما يتحسن ما يتحسن ما يتحسن ما يتحسن لا يدر المسلم أن يجلس ساعة في المسجد مثلا في اليوم سبحان الله فهو الصحابي لما دخل وبعدين الصحابي دخل ورسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خدع على كفة ما لك الهموم وديون لزمتني يا رسول الله ألا أدلك على شيء إن قلت أذهب الله وهمك وخضى دينا قال علمني يا رسول الله قال الله قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل من الجبن والبخل من غربة دينا وخهر دي جال قال فما أن قلتها إلا أن فرجت هو لما حدث الهم والغم أين ذهب في المسجد لكن يقول له ايه روح على الشط انظر في البحر تأمر اطلع على باريس روح مش عارف هنولولو روح أخي من سبحان الله يا أخي أذكر الله كان إذا فزع يعني حزبه شيء أحسنه فزع إلى الصلاة فإذا جاء وقتها أرحنا بها يا بلاد وجعلت قرة عيني في الصلاة شف احنا قلنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشيه أنت هكذا صحيح نعم فتأخذ في الصلاة الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظارك الله أكبر لا أكبر من الله يزول الهم مع الله أكبر يزول الغم يسد الدين شف خليك في معية الله خليك في معية الله مدام في معية الله لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا تحزن ليه تحزن ليه وأنت الله معك سبحان الله فإنك بأعيننا رحص سبحان الله أنت في معية الله ماذا خسرت ما خسرت شيئا سبحان الله بس أنت خليك في المعية وإذا أذنبت ارجع يطرق الباب الباب يفتح وهو مش يفتح هو ليس له باب وليس عليه بواب ومفتوحة يا سيدنا أبو بكر يقول له يا رب ليس لك وزير فيرشى ولا حاجم فيؤتى ولكن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة لا يوجد وزير إنما من غير وسطة لا يوجد وسطة في الإسلام يقول له يا رب بس سبحان الله العظيم بصدق نية وإخلاص إذا صدقت مع الله صدقك إن لله إعبادا إذا أراد وأراد سعد بن بوحقص يدير معركة القادسية وهو نام على بطنه هو راحل عراق